هذا الدعاء يضمن لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة دعوني أتأمل معكم ماذا قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام ولماذا تحل شفاعة النبي على كل من يدعو بهذا الدعاء العظيم حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة في الدنيا الأمور سهلة إذا جعت تستطيع أن تأكل إذا آذاك أحد تستطيع أن تصبر إذا خسرت في تجارة تستطيع أن تعوض ولكن يوم القيامة ماذا تفعل عندما يخسر الإنسان نفسه وأهله ويخسر كل شيء يوم القيامة لا يبقى له إلا رحمة الله سبحانه وتعالى الله عز وجل رحمة الله وضع لها أسباب أيها الأحبة من أسباب رحمة الله ومغفرة الذنب يوم القيامة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم طيب لماذا شفاعة النبي يوم القيامة وليست في الدنيا لأن المجال مفتوح أمامك في الدنيا بمجرد أن تتوب إلى الله غفر الله ذنبك بمجرد أن تعلن توبتك أمام الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم إذن هذا الملك عز وجل غفور ورحيم ويغفر لك الذنوب ما دمت لم تمت في الدنيا إذن أنت تشفى لنفسك في الدنيا أنت تستطيع أن تمحو ذنوبك بتوبتك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ماذا؟ لم يقل يغفر الله له لم يقل يمحو الله سيئاته لا قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أي السيئات التي اقترفتها تبدل ويعطيك الله بدلا منها حسنات يعني تخيلت كرم الله ولكن هنا أخي الحبيب عندما تنتهي الدنيا ونموت جميعا ونقف أمام الله عز وجل ونرى شر أعمالنا في كتبنا تخيل معي للحظة ذلك الموقف عندما تعطى كتابك ويقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة أنت حاسب نفسك المجرم في قاعة المحكمة يمكن أن يبقى سنوات وهو ينكر ولكن عندما تواجهه بمقطع فيديو مصور له وهو يرتكب الجريمة ينهار ويعترف هو يحاسب نفسه فسوف نرى أعمالنا يوم القيامة حاضرة أمامنا ليست مكتوبة بل نراها فتخيل عملك السيء تراه يوم القيامة في ذلك الموقف الصعب جدا هنا تظهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتظهر شفاعة النبي لهؤلاء العصات من أمته لذلك أخي الحبيب احرص أن تحب هذا النبي أن تذكر هذا النبي أن تصلي على هذا النبي مهما ارتكبت من أخطاء ومعاصي وذنوب وفواحش وله دائما قل اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم صلي على حبيبنا محمد اللهم صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا أكثر من الصلاة على النبي أكثر من ذكر هذا النبي حاول أن تطبق سنن هذا النبي وأهم سنن النبي ليست في الصلاة والزكاة هذه فروض ولكن حسن الخلق هو أثقل شيء في ميزان العبد العفو الصبر التواضع هذه معاني عظيمة جدا لها أجر عظيم جدا جدا أثقل شيء في ميزان العبد أكثر ما تأخذ عليه حسنات يوم القيامة ليس الصلاة والصيام لأن هذه أعمال لك أما أخلاقك هي التي تمثل آخرين معاملاتك تمثل آخرين فعندما تتميز بحسن الخلق أنت تأخذ أعلى من درجة الصائم والقائم حسن الخلق التواضع حب الخير للناس أن تؤثر الآخرين عليك أن تتمنى الخير للآخرين أن تصبر على أذى الآخرين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة طيب هذه الشفاعة كيف أحصل عليها يوم القيامة في ذلك الموقف الصعب كل واحد مننا أخي الحبيب حقيقة في هذا العصر غارق في الذنب والمعصية غارق طيب لا بد من وسيلة النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن دعاء من دعا به حلت له شفاعة يوم القيامة صلى الله عليه وسلم دعاء جميل وكلنا نعرفه هذا الدعاء ندعو به بعد الأذان أنت تسمع الأذان كل يوم خمس مرات كلما سمعت الأذان وعندما يفرغ المؤذن من الأذان فقط اسأل الله وقل اللهم إني اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الدعوة التامة هي الإسلام تام ليس فيه نقص والصلاة القائمة لأن الصلاة تقام على مدى 24 ساعة على فكرة حول الكرة الأرضية الآن هناك صلوات تقام وبعد دقيقة هناك صلوات في مكان ما من هذه الأرض اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد يقول عليه الصلاة والسلام من دعى بهذا الدعاء حلت له شفاعة يوم القيامة يعني هذا الدعاء لن يأخذ معك أكثر من نصف دقيقة اضرب بخمس مرات في اليوم دقيقتين ونصف لاشي وتكسب شفاعة النبي في الذنوب التي لم تغفر لك في الدنيا هناك أمور أنت اقترفت ذنب وربما هو ذنب عظيم وأنت لا تعلم مهما عملت من أعمال لا يكفر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لك ولكن بشرط أن تكون من أتباع هذا النبي من محبي هذا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء أخي الحبيب ماذا يفعل بالنفس عندما تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة أنت تعتقد في داخلك وتستيقن أن الإسلام دين كامل كثير من الناس يعتقد يعني يشكو حاله لماذا الله أنزل بي هذا البلاء ماذا فعلت حتى يضيق علي رزقي ماذا فعلت حتى يمرضني ماذا فعلت حتى يأخذ ابني ماذا ماذا ويبات يشكو وهذا من عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى فعندما تستيقن أن هذا الدين كامل إذن أنا أرضى بكل ما في هذا الدين كل ما يقدره الله عليه فيه خير والصلاة القائمة يعني الله هو رب هذه الصلاة التي تقام آتي محمدا الوسيلة ما هي الوسيلة هي مكان في الجنة لا ينبغي هذا المكان أو منزل لا تنبغي إلا لرجل واحد فقط من الكون وهو النبي عليه الصلاة والسلام فنحن أمرنا أن نسأل الله له الوسيلة آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ما هو المقام المحمود هناك في الجنة طيب أنا عندما أدعو بهذا الدعاء أنا أتمنى أن أحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء يجعلني أحب هذا النبي أكثر يجعلني أسعى للتقرب منه فتجدني أبحث عن شيء يرضي هذا النبي ماذا نصحني النبي قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب إذن أنا أتحلى بالحلم والهدوء والصبر على أذى الناس هذا النبي قال مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أنا بمجرد أن وصلني كلام النبي يجب أن أمتنع عن أي كلمة فيها شر أصمت كلما وجدت لساني سينطلق بكلمة فيها نميمة فيها استهزاء فيها عبث فيها له أصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وهناك آلاف الأحاديث النبوية التي إذا طبقتها هي بمثابة علاج لك أخي الحبيب على كل حال هذا دعاء مهم موظمنا يعرفه ولكن ربما الكثير يغفل عنه وبخاصة أثناء الأذان الذي نسمعه ونتابع أحاديثنا ونلهو وننشغل بالدنيا وننسى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذن أرجو أن تحفظ هذا الدعاء إذا لم تكن قد حفظته وتدعو به وتستيقن أن هذا النبي له مكان عالي عند الله يوم القيامة وترجو من الله أن تكون مع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته وآخر دعواناً أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر